شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم اجمعينا إلى يوم الدين تحدثنا فيما نضاب حول المعاد من البحوث التي طرحها علماء الكلام حول المعاد البحوث حول التوبة هذا البحوث يطرح في علم الكلام يعني علم العقاة ويطرح أيضا في علم الفقه صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر هذا المبحث في أحكام الأموات ويقول في بداية هذا المبحث اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة طرحها بعنوان أهم الأمور وأوجب الواجبات ولعل مراده من صيغة أفعل التفضيل الأفضلية الإضافية يعني مضافا إلى ما هو دونها أو باعتبار المتعلق لأن التوبة قد تكون من الكفر وقد تكون من الشرك وقد تكون من النفاق فبهذا الاعتبار تكون أهم الأمور وأوجب الواجبات أيضا هذا المبحث يطرح في علم الأخلاق علماء الأخلاق يذكرون هذا المبحث في بحوتهم الأخلاقية وأيضا يطرح هذا البحث في علم النفس أيضا بعض علماء النفس طرحوا هذا المبحث مبحث التوبة وحللوا هذه الظاهرة من الناحية النفسية فإذا هذا البحث يطرح في علم العقاد وفي علم الفقه وفي علم الأخلاق وفي علم النفس ولعل هناك علوم أخرى يطرح فيها هذا المبحث في التوبة هناك مباحث كثيرة فقهية كلامية اجتماعية مثلا من جملة مباحث التوبة أنه هل يجب في التوبة ذكر الذنوب تفصيلا أو يكفي التوبة منها إجمالا الوالد الوالد يرى أنه تكفي التوبة الإجمالية ولا يحتاج إلى التفصيل وإن كان التفصيل أقبل يعني واحد يعدد ذنوبه واحدة واحدة ويستغفر الله سبحانه وتعالى منها هذا أفضل فقهيا ولعله أقرب أيضا إلى الخشوع والخضوع والتقرب إلى الله سبحانه مثلا من جملة المباحث أنه هل يجب تكرار التوبة كلما تذكر الذنب أو لا مثلا واحد فعل ذنبا مثلا ضرب طفله ظلما وعدوانا أو أخافه ظلما وعدوانا فتاب واستغفر فهل يجب عليه كلما تذكر ذلك الذنب أن يكرر التوبة الوالد يرى أنه لا يجب عليه ذلك وإنما تكفي التوبة مرة واحدة وإن كان الأفضل من الناحية الفقهية أن الإنسان كلما تذكر الذنب يكرر الاستغفار كلما تذكر الذنب يكرر الاستغفار ويكرر التوبة ومباحث كثيرة يطول المقام بذكرها ولكن في هذه الليلة نكتفي بالإشارة إلى عدة مباحث وندع بقية المباحث إلى مجالها المبحث الأول في حقيقة التوبة المبحث الثاني في أن قبول الله لتوبة العبد وفتح باب التوبة ما هي حكمته؟ البحث الثالث قبول التوبة وجوب أو تفضل البحث الرابع مقومات التوبة البحث الخامس متعلق التوبة والبحث الأخير دور المراقبة أما حول البحث الأول وهو حقيقة التوبة علماء الأخلاق يعرفون التوبة بأنها عبارة عن الرجوع عن الذنب القولي والعملي والفكري هذه هي حقيقة التوبة الرجوع عن الذنب القولي القول اللافظ يمكن أن يذنب المؤمن في الفاضح قبل فترة طويلة يمكن قبل 12 عام رأيت كتابا في الظنوب التي يتحملها اللسان على ما ببالي هكذا أظن كان قد ذكر في ذلك الكتاب سبعمائة نوع من الظنوب هذا اللسان يقوم بها ويتحملها ومنها هذا الذنب الهيين عند كثير من المتدينين وهو الغيبة ما من محفل إلا ويحتوي على الغيبة وعلى الاعتداء اللافظ على أعراض المؤمنين الذنب الذنب القولي النوع الثاني الذنب العملي الظنوب التي ترتبط بالعين التي ترتبط باليد التي ترتبط بالغذن التي ترتبط بالرجل هذه كلها ذنوب عملية النوع الثالث الذنوب الفكرية ما هو معنى الذنب الفكري؟ وهل الفكر يذنب؟ الجواب نعم الفكر أيضا له ذنوب هذا الشيء له باطن إن شاء الله نذكره فيما بعد ما هو معنى الذنب الفكري ولكن ظاهر الذنب الفكري هناك واجبات جوانحية إذا واحد ما قام بهذه الواجبات فهذا يعتبر ذنبا فكريا مثلا سوء الظن بالمؤمنين الوالد في كتاب المحرمات يرى أن سوء الظن بالمؤمنين كثيرا هذا من المحرمات الجوانحية ودليله في ذلك أو من أدلته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث اللي هذه الآية ربما تدل على منجزية العلم الإجمالي أيضا فالكثير من الظن هناك بعض الأفراد عندهم سوء ظن بالمؤمنين إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه إذا واحد هو مو خوش آدمي يظن بالناس سوءا وإذا واحد خوش آدمي يظن بالناس خيرا هذا عادة طبعا أو كثيرا فهذا ذنب جوانحي الشك، الشرك، النفاق، وما أشبه ذلك هذه كلها ذنوب جوانحي فالتوبة إذن عبارة عن الرجوع عن الذنب القولي والعملية والفكري وبعبارة أجمع الرجوع عن الذنوب الجوارحية والجوانحية الذنوب الظاهرية والذنوب الباطنية هذا هو المبحث الأول حقيقة التوبة المبحث الثاني في حكمة فتح الله شبحانه وتعالى لهذا الباب أكو في دعاء مذكور في المفاتيح أيضا أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة لي شاء الله تعالى فتح هذا الباب طبعا لا نعلم العلل الواقعي ولكن ممكن فتح هذا الباب يرتبط بشيء مهم جدا في حياة البشر وقاعدة مهمة جدا ولولا هذه القاعدة ولولا هذه الحكمة الحياة البشرية لا يمكن أن تقوم لها قائمة وهذه القاعدة هي قاعدة الأمال الأمل جدا مهم في الحياة الشاعر يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إذا واحد أمل ما عنده من الأخطاء الكبيرة التقاعد في الوظيفة أو التقاعد في رجل الدين رجل الدين إذا تقاعد يعني رأى أن دوره في الحياة انتهى هذا مو فقط يؤثر على الدورة وإنما يؤثر على كل خلايا يتحطى لماذا عايش؟ لماذا يقوم من المنام؟ لماذا؟ ماذا يريد؟ ما إلى هدف الحياة لذلك شوفوا العلماء الذين لا دور لهم في المجتمع بسرعة يتحطم واحد اللي عنده دور في المجتمع حتى إذا مريض هدفه يجره مريض محطم يعاني من أمراض كثيرة ولكن الهدف يجره يعطيه الطاقة عند الشيء يتطلع أما إذا واحد فقد التطلع أنتهى كل شيء في الحياة بعد لماذا يعيش؟ لماذا يأكل؟ لماذا يشرع؟ لماذا يطلع؟ لماذا يتكلع؟ يتحطم تحطماً كاملاً ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة اللي ابتليت بها الحضارة الحديثة قضية التقاعد تقاعد تقاعد يعني أصبح بلا هدف في الحياة أصبح بلا أمل في الحياة أصبح بلا عمل في الحياة من الأشياء اللي نقلت جديداً أنه الأفراد الذين مفوا هنالك شيء يشغل بالهم مع تقدم العمر بعد الستين شيئاً فشيئاً يصابون بالتخرف إذا صح التعمير بينما الثرد مثل كل عضل عدكم إذا عضلاتكم ما استخدمتموها هذه العضلات شوية شوية تذوي إذا واحد خلوه بالسجن مدة غمضوا عينه أو خلوه بالظلام بعد ستة شهر عندما يطلع يمكن بعد ما يشوف شيء هذه العين قوتها في أنها تعمل إذا عضلت عن العمل بعد ما تشتو الفكر هالشكل أيضاً إذا في يوم من الأيام واحد عضل فكرة شوية شوية ينتهي إلى شنو؟ إلى فقدان حتى المعلومات الأولية فالكلام أن الدافع للحياة أن المحرك للحياة الذي يشحن الفرد بطاقة هائلة هو الأمام إحصائية جديدة نشرت قبل يومياً ثلاثة أيام أن الأطباء يذكرون أن من أهم عوامل الانتحار أو أهم عوامل الانتحار فقدان الأمام يقولون النظرية الطبية القديمة أن الانتحار يعود إلى أمراض عقلية أو أمراض نفسية هذا غلط أكثر المنتحرين ما بهم لا أمراض نفسية ولا أمراض عقلية كل شيء ما فيه العلّة في ذلك فقدان الأمام ليش يعيش في هذه الحياة أحد الأخوة كان رايح إلى بريطانيا كان يقول كان هناك جسر أنا كنت شايفة يعبر فوق شارع السيارات تم تمر في ذلك الشارع يقول بعدين رحت مرة ثانية إلى بريطانيا شبت أن هذا الجسر مخليه لحاجز كبير غير طبيعي قلت ليش هذا الحاجز؟ قالوا لأن هذا الجسر تحول إلى جسر الانتحار كل واحد ضايج من الحياة ما عنده شغل بالحياة يأتي فوق هذا الجسر ويرمي نفسه لجوه فتسحقه السيارات فخلوا هذا الحاجز حتى ينتحروا الأفراد من كل مائة ألف واحد في بريطانيا أربوطعش واحد ينتحروا قبل ثلاثة أربعة أيام نشرت هذه الأحصائية وهذا عدد كبير يعني من كل مليون مئة وأربعين ور عدد كبير أما إحنا المتدينين كلما إيماننا يكون أكثر واحد عنده آمل ليش دا يعمل؟ للدار الآخر يعمل صاحب الجواهر إشلون أنجز هذه الموسوعة الكبرى اللي واحد مئة مكان يطالع ربما ماكب عشرة في الحوزات العلمية يطالعون الجواهر حقيقة عمل جبار هذا الأمل هذا المحرك الداخلي فالحقيقة الأمل جدا مهم وإحنا يجب أن نقاوم بكل قوة حالة فقدان الأمل وأن الإنسان يعيش بلا هدى واحد دائما يحاول أن يعيش مع الأفراد الذين يعطونهم الأمل أكو بعض الأفراد دائما يشيعون حالة اليأس في النفس ما يصير وما يمكن وماكو مجال وانتهى كل شيء وإذا تتشاوروا يا أفعل هذا العمل أو ما أفعل يقول ما يمكن أكو بعض الأفراد دائما يقول لا ممكن الأفراد اللي يثبتونكم لا تعيشوا معهم الأجواء اللي تثبتكم لا تعيشوا معها الكتب اللي تثبتكم لا تطالعوها أكو كتاب جدا لطيف إذا وجدتوا هذا الكتاب طالعوا مضمون عنوانه هذا الكتاب شفته في بلد آخر المهم لكي لا نصاب باليأس جدا كتاب لطيف وهذا يدل على أن الله تعالى خلق في هذا البشر طاقات هائلة حقيقة عجيب القضايا اللي ناقلها في هذا الكتاب من أعجب القضايا لكي لا نصاب باليأس فقضية فاتح باب التوبة يمكن أن يكون لها ارتباط بهذه القاعدة الحيوية المهمة حقيقة بعض الأخيان واحد يفكر أنا كل عمري قضيته في المعصي بمعناها العام بمعناها الخاص بعد ما أكوى أمان بعد ما يمكن باب التوبة يقول الله أكوى أمان ما دام الروح لم تبلغ هذه لم تبلغ الترق أكوى أمان هذا الحور قضى عمره بعيدا في اللحظات الأخيرة تحول إلى وليا من أولياء العلماء المراجع ذاك زهير ابن القين اللي كان عثمانية موه الشكل اللي قضى عمره في اللحظة الأخيرة العلماء المراجع الأولياء يروحون يوقفون يقولوا له بابي أنت وأمي يعني حتى اللحظة الأخيرة يعني قبل اللحظة الأخيرة أكو مجال واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف المهم كان يقول ما دام واحد في هذه الحياة موجود أكو مجال للتكامل أنا مو خطيب أنا الآن بلغت الأربعين مو خطيب بعد ما أكو مجال لا أكو مجال ما دام هذه الروح موجودة أكو مجال بعد الأربعين واحد يصير خطيب ممكن بعد الخمسين واحد يصير مؤلف ممكن بعد الستين واحد يصير أصولي ممكن بعد السبعين واحد يصير فقيه ممكن خط التكامل ما ينقطيع التوبة بمعناها الأعام أو بمعناها الأخاص ما دام الإنسان في هذه الحياة أكو مجال فإذا التوبة بمعناها العام أو بمعناها الخاص أو بمعناها الأخاص هذه ترتبط ارتباطاً عضوياً بقاعدة الأمال وهذه القاعدة قاعدة مهمة في هذه الحياة وإحنا يجب أن نبني أمورنا على ذلك حتى المخالات مو مرادنا المخالات الذاتية يعني مثل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين لا المخالات العرفية واحد يجب أن لا يفقد بها الأمام ممكن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة قبول التوبة وجوب الجواب كلا الوجوب متى يكون؟ إذا كان عدمه ظلماً إذا واحد قتل ابن واحد بعدين اعتذر منه لازم يقبل عذره؟ إذا قال له أنا ما أقبل العذر أنا أريد أقتص منه هذا ظلمه؟ إذا عام قتل ابن خالب عالماً عامداً بعدين اعتذر منه قال له العفو لازم يقبل منه؟ لا مو لازم إذا قال له أنا ما أعفو عنه أنا أريد أقتص منه هذا ظلمون؟ لا مو ظلم فبناء على هذا إذا كان عدم قبول التوبة ظلماً لكان قبول التوبة واجباً ولكن عدم قبول التوبة لا يعتبر ظلماً بناء على هذا قبول التوبة من الله تعالى هذا صرف تفضل هذا هو واحد ثمانين عام يعصي بعدين يقول أستغفر الله مع بقية الشروع الله يغفر الله هذا نوع من أنواع التفضل وإحنا كلنا عايشين في فضل الله سبحانه وتعالى أنا كنت أفكر قريبان أنه إحنا مهما فعلنا لم نفعل شيئاً مهما نبتلينا لم نفعل شيئاً لاحظوا هذا المثال؟ إذا البنك تعطوا له مقدار من الماء يعطيكم 10% كل عام هذا رقم هاي 10% يمكن ما يعطون 8% يطون أكثر إذا البنك يعطي 40% بالعالم مو موجود ظاهراً يعني إذا البنك يعطي 100% جداً عام إذا البنك يعطي 1000% جداً عام الله سبحانه وتعالى في مقابل أعمالنا الجزئية الهابطة في مستواها جد يعطي مقابل 80 عام جد يعطي 100% إلى أكثر ميتين بالمية أكثر مليون بالمية أكثر عشر ملايين بالمية أكثر إش قد؟ نحن في الجنة إن شاء الله ضافونا ببقاء الله الله بقاؤه ذاتي ونحن بقاؤنا بإبقاء الله فإش قد يعني؟ علماء الرياضيات يقولون أكبر عدد في مقابل اللا نهاية صفر انتو خلوا واحد خلوا أمام أصفار منا إلى كرة المري هذي هيش في مقابل اللا نهاية إحنا إذا يوم من الأيام صليني نصور أنه فعلنا كثيرا هيش ما فعلنا؟ بقدرة الله، بتوفيق الله، بهداية الله، بالقوى اللي الله أعطاني إذا نعمل هذه الأفعال بإلهام الله بعدين الله يضطينا إن شاء الله ما لا نهاية له من الثور فكل شيء ما فعلنا يعني إذا واحد والعياذ بالله ابتلي بأعلم المصائر ما سوش، هيش ما مسوش؟ فالحقيقة الله سبحانه وتعالى، شو يفكروا في هذا الشيء؟ الله تعالى في الواقع غمرنا قبل وجودنا وحين وجودنا وبعد موتنا يغمرنا بأكبر أنواع التفضل ونحن لم نفعل شيء لذلك في الحديث كما يروى ما عرفناك حق معرفته وما عبدناك حق عبادته، كل شيء ما نفعل أولياء الله من أمثالنا يعني أولياء الله البشر العاديين أنا كلامي في البشر العاديين وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا أولياء الله لم يصنعوا شيء ما علي بالأنبياء ولا أهم وأمثالهم أولئك خارج دائرة حديثة مقابل ثمانين عام الله يعطي ما لا نهاية حقيقة هذا تفضل فهذا كله كرم وكله تفضل ووعد الله سبحانه وتعالى بالقبول للمغفرة هو أيضا نوع من أنواع التفضل هذا هو البحث الثالي أما البحث الرابع فكان في مقومات التوبة وأما البحث الخامس فكان في متعلق التوبة نتجاوز هذين البحثين إلى البحث الأخير عفاظا على الوقت البحث الأخير دور المراقبة المراقبة جدا مهمة الإنسان بدل أن يذنب ويتوب أن يحاول أن ينمي في نفسه هذه الملكة ملكة المراقبة هذه القضية لعلها قضية معروفة تنقل عن بعض العلماء وأظن أنه الجد رحمة الله عليه لأن من قول عن أحد علماء كربلاء كاتبين آية الله الشيرازي أظن أنه الجد كما سامع من الخارج على ماء الذكاء أنه قيل له إذا قيل لك إنك تموت غدا أو بعد لحظات فماذا تفعل؟ فقال الشيء اللي كنت أفعله من أول أيام شبابي أديمه عليك لأن أنا من أول أيام شبابي الموت كان نصب عين والسؤال كان معي في كل عام قبل ما أقدم على كل عمل أشوف هذا العمل عنده جواب أو ما عنده جواب إذا عنده جواب أقدم عليه إذا ما عنده جواب ما أقدم عليه فما عندي شي جديد في حياتي فقضية أخرى من باب الشيء وبالشيء يذكر العم كان ينقلها عن الجد يقول الجد كان قاعده يطالب أظن كتاب الجواهر إعداداً لبحثه فيجي واحد واكتهم عليه الغرفة في أثناء مطالعته وقال أنه إذا واحد ولي نبي إمام أخبرك أنك تموت بعد مثلاً دقائق فماذا تفعل؟ إحنا إذا هالشكل يقول لنا بعد شهر شهرياً الأطباء والعياذ بالله أحياناً يخبرون أنه واحد بعد أربعة شهر يموم نعلن حالة الطوارئ روح أقضي صلواتك صيامك أستحل من هذا من ذاك طوارئ في حياتك فقال الجد كان من دابه التأمل في الأجوبة والتفكير فيها شوية كان يتأمل ثم يجاو لكن في هذه المرة بدون أي تأمل بدون أي تردد قال إذا واحد أخبرني أني أموت بعد دقائق نفس هذا العمل اللي أنا الآن دا أسوي أدينه عند أطالع الجواهر أدين مطالعة الجواهر مثلاً يعني واحد محضر محضر كل شيء لذلك النداء الأخير هذا أيضاً من باب الشيء بشيء يذكر الجاد رحمة الله عليه هذه أيضاً يجب أن نلتفت إليها في حياتنا أكو بعض الأفراد دابهم الشكاية أول ما واحد يسأل شلونك يقول البارحة ما قدرت أنا مشاكل عظيمة عندي في حياتي كذا وكذا المهن الجاد بعد أن ولد له المولود الأول كان رائح واحد من العلماء تعال له السيد علي الشيرازي فكان قال لها شلونك بعد ولادة هذا المولود الأول الجاد كان قال إذا واحد يريد يشتكي شكايته ما تنتهي الأفراد بعد ما يزوجون كل يوم يشكون فهد مشكلة جديدة يوم زوجتت مرة ضدت يوم طفلت مرة بعد عشرين عام بعد ثلاثين عام يفتهمون هذا هو الحياة الزوجية هذا معناه أما قبل كل دقيقة يصدن بشه فالجاد كان قال أنا إذا أريد أشتكي لازم كل يوم أشتكي منشي فما الأول ما أريد أشتكي فذلك العالم كان قال بسرعة افتهمه يعني الشيء اللي ناس افتهمه بعد ثلاثين عام بعد أربعين عام اللي الدنيا هاي هي إني الله تعالى يقول جعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها هذا هو وقت واحد يفتهمه بعد خمسين عام بعد ستين عام أكو بعض الأفراد من البداية يفتهمون هذا الشيء فالكلام إذا واحد يريد يشتكي يوم رجلة توجعه ويوم عينة توجعه ويوم طفلة مريض ويوم ما أدري كذا هذا الشكات وهو لا تنتهي ما الأول بعد ما يشتكي هذا هو مثل واحد هي قضية الإعداد النفسي مثل عندكم طفل اليوم الأول إجي تشب الماء بالمطبع اليوم الثاني كسر المعوم اليوم الثالث فعل كذا كل دقيقة واحد يثار من البداية واحد يعرف هذا الطفل وهي طبيعة الطفل الطفل بالبيت لازم يفعل هذه الأفعال هذا هو بعض بمقدار ما ينفع الإرشاد والنص واحد يرشد ويستسلم للباقي وانتهت الخضل إذا واحد افتهم معادلة الحياة الدنيا يرتاح ويريح الآخرين بعض الناس دائما في حالة عناء في حالة قلاء في حالة اضطراء هو في عناء زوجته في عناء أولاده في عناء لأن ما فهم هذه المعادلة أما إذا واحد افتهم هذه المعادلة إرتاحه فالكلام أنه المراقبة جدا مهم واحد يراقب أنه ماذا يقول ماذا يفعل هذه جدا مهم في أن هذه الفاصلة الموجودة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لا هذه الفاصلة المعنوية تضيقه شيئا فشيئا وهناك قضية معروفة أيضا نختم بها الحديث أن عالم بعث وكيلا إلى منطقة مضمون القضية فطلب ذلك الوكيل أو شبه الوكيل من العالم أن يعظه بموعظة العالم قال لك كل يوم اجعل وقت ساعة واحدة للمراقبة وللمحاسبة أنه أنت ماذا فعلت وماذا تفعل بعد فترة جاء وافت من تلك المنطقة فسألهم هذا العالم عن ذاك الوكيل أو شبه الوكيل فقالوا له إن الساعة التي أمرته أن يكون فيها مراقبا ومحاسبا تحولت إلى 24 ساعة يعني دائما في حالة مراقبة ودائما في حالة مواضبة أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي المترجم للقناة لكي ترجمة نانسي قنقر المترجم للحلقاء هكذا موسيقى موسيقى شكرا